اشتركوا في القناة على الخارطة العالمية مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي بما يسم في فتح المزيد من الفرص النوعية الواعدة التي تعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطن واستمرارية العمل نحو وضع السياسات والبرامج الرامية إلى تحفيز الابتكار والابداع في جميع القطاعات بما يرفض ويدعم توجهات وتطلعات أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رضيبي اليوم السيد مايكل ملكن رئيس معهد ملكن والوفد المرافق له حيث رحب سموه بزيارة السيد ملكن إلى المملكة منوها بالدورة الذي تقوم به المعاهد البحثية من دراسات وبحوث تتناول مختلف القضايا الدولية وخصوصا الاقتصادية والتنموية منها بما يسهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة من جانبه أعرب سيد مايكل ملكن عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير القطاع الاقتصادي والمالي متمنيا لمملكة البحرين دوام تقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر